قائمة المنقلات الزوجية اللي بيحافظ على حق الست بقى أداة أداة بنضيها بيها وأداة بنطلع عينيها بيها وأداة بنشوف حنقرفها في عشيتها إزاي وأداة بيتم استخدامها أو بنستعملها كده زي ما بيقولوا بالبلدي عشان نقرف الست اللي إحنا سبناها عملنا الجزء أول والجزء أول ما كانش كافي فإحنا استأذلنا ضيوفنا العزاء إن إحنا نعمل جزء تاني وهم شرفونا في هذا الجزء التاني عشان نسمع رأي الدين ورأي القانون ونسمعكو نسمعكو هنا ونسمعكو كمان في البيوت وبعد أي أولاية نحن بنتهي نحط التليفونات عشان لو عندها فيه واحدة بتتفرج عيني عندها مشكلة مشابهة للي إحنا فيه تاخد رأي الدين وتاخد رأي القانون نرحب بضيوفنا للمرة التانية دكتور محمد السعيد عطالة بنوارنا يا دكتور ودكتور محمد عالم من أعلماء الأظهر الشريف أستاذ رامي فوزي بنوارنا أستاذ رامي أهلا سلام حبا سيادته أستاذ رامي محامي بالنقط أستاذة نسرين رجب مسؤولة مبيعات أستاذة أمال عبدالله ربت منزل أستاذة إسراء الخطيب ربت منزل أستاذة هاجر الشرقاوي ربت منزل أستاذة سماء فوزي ربت منزل وأخيرا أستاذة شماء ماهر معلمة أنتو نوارتونا النهاردة حنسمع منهم ونرجع نعلق على قضية أو مشكلة كل واحدة فيهم حبدأ بأستاذة نسرين فضل يا فن إزاي حضرتك يا فن أهلا وسهلا بك أنا برحب دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فن برحب أستاذ رامي أهلا وسهلا بحضرتك الأول ما بديان يا فندم أنا طبعا اتجاوزته هو ابن خالي مش غريبي يعني والدي رحمة الله عليه يعني حاول يعني يعني عشان والده كان يعز عليه قبل كده يعني لما جدنا اتجاوز ما كتبش أي متمنقلات جبنا كل حاجتنا اتجاوزنا ست شهور بالزبط حصان لي حادثة رحت عند والدتي الدنيا طبعا ما زبطتش أول حاجة عملها غير كلون الشقة عملت محضر بعد لا سوري بعد ما غير كلون الشقة والدي سافر وخلاص على كده أول ما ولدت تاني يوم ما ولدت على طول نزل عفش الشقة كله وبعدت رسالة إن كده خلاص ومضى عقد الشقة نزل نزل عفش الشقة كله أخذوا كله يعني إيه نزلوا بك؟ أخذوا كله أولدته لم تلعفش وخدته وأخوه بما أنه شكرا آآ مش مشكلة آآ يعني لي في القانون ما ينفعش نقول عليه محامي آآ جاب عقد شقة باسمه هو وحط المنقلات فيه وبعدها يعني آآ عملت محضر وبعدين آآ اتدخلوا الجماعة لأن أنا طبعا قلت بما أنه ابن خالي فسرق قايمة المنقلات من عندنا من الشقة فدخلوا الجماعة في الموضوع وقالوا خلاص الولد هيصلح البنت وخلاص على كده ونتنزل عن المحضر وإن شاء الله يبقى فيه رجوع يعني مجرد ما تنزلت عن المحضر آآ بعدين هتصل بوالدي اللي يرحمه وقال له سوري القانون لا يحمل مغفلين قعدنا ثلاث سنين من عمر يوسف كان لسه يوسف طبعا لسه مولوده وطبعا الرماء كده ولسه آآ اتجاوز وبعد ما اتجاوز بعتلي الحاجات اللي أنا جبتها بس ده عشان خطر الرجل يعني بيعرف ربنا وبيصلي فقال هنبعت لهم الحاجة اللي احنا انهم اجابوها عشان دي فلوسهم يعني وبعدها بثلاث سنين قرر انه قررنا الرجوع لانه اتجاوز وما خلفش فاصبح يوسف هو السند الوحيد في الحياة لما جي طلب والدي ما رفضش الله يرحم وقلنا هنرجع ان شاء الله كان والدي بقى جينا عشان نرجع والدي توفى جينا عشان نرجع قلنا هنعمل قيمة من أولاد طبعا طب الظروف مش سامعة جبت العفش اللي انا جبته والعفش اللي جبته انا اللي جبته بنفسي لاني كنت باشتغل وجبت العفش انا كله وكان عندي طبعا كل الفواتير بالكلام ده كنت اعطوه عندي في الدولاب وطبعا كان قيمة المنقلات تعتبر على ورقة هو ما جابش منها حاجة رجعنا عدنا عشرة سنين بعد ما كانش في يوسف بقى في يارة بعد عشر سنين برضو حصلت مشاكل حصل نفس الموضوع بالزبط مرضاش يصرف على الولاد بعد تهمله خد يوسف وراح الشاق وقال له تعالى شوف منطق غيرت الكلون بنفس الطريقة بتاعتنا المرضي بقى بشكل مختلف لان فيه قيمة والدتك اللي غيرت الكلون قال له ما حصلش طبعا يوسف كان زيادة عنده 14 سنة ويرى 8 سنين خده مطلع بيهم على الاسم راح عمل محضر ان انا غيرت كلوني الشاقة وان الراجل كان سايب الشاقة وعايز هدومه وهدوم ولاده وان موضوع يعني انت كنتوا اتطلقتوا لا لسه ما اتطلقتوا ما فيش طلقه لا اي حاجة خلص احنا لسه كان مجرد خلاف وانت سايب البيت وانا سايبنا البيت فترة لاني كان عندي كورونا وتعبت بالكورونا وقال ما بصرفش على حد فعليكت نفسي والحمد لله وبعدين مجرد ما جيت ارجع الشاقة بقى قال لك ما هصرف عليكم ليه طب اه ادخلوا الجماعة قالوا له طب بق خلاص انا هصرف على ولادي بس ما فيش مشكلة هنرجع البيت قال بس ان شاء الله اول الشهر هبعت لكم يوم واحد هبعت لكم جزء ويوم خمستاشر هبعت جزء المفروض يوم واحد دي فاني كنا مستنيين في الفلوس يوم واحد ما كنردش على تليفونات حد خالص ولا حتى الناس اللي ادخلوا يوم اتنين كنت وديت لولاده لحد البيت عنده هناك افعل عليهم وقال خلاص هو ده اللي انا كنت عاوز وراح اعمل محضر يوم واحد بقى حضرتك اللي احنا كنا مستنيين فيه ده الفلوس هو اللي راح اعمل محضر طبعا بعد مغير كلون الشقة راح اعمل محضر ان هو سايب الشقة وسايب البيت وان هو مسلمني الشقة والولاد والشقة بكامل من ولادها الزوجية ده اول محضر اللي انا ما كنتش اعرفه يعني عرفته لما جيت هتمكن من الشقة حضرتك حصل لي اللي عرفت منين بقى موضوع الولاد والمحضر حصل لي يعني كنت باشتغل وبعدين اتعرضت لسرقة الشنطيتها تسرقت بالاوراق اللي كانت فيها وحكتي اللي كانت فيها رحت عامل محضر في الاسم اتفجأت ان لقيت ولادي في الاسم يوسف ويارى فبقول لي يارى انتي بتعملي ايه هنا قلت لي بابا بيعملك محضر ده كده كانت صدفة يعني ويوسف بتعمل ايه يوسف قال لي ماما حضرتك غيرتك كلون قلت له لأ قال لي طب خلي بالك عشو بابا بيقول وعايزني اقول ان حضرتك اللي غيرتك كلون وانا قلت محضرش احنا اصلا ما كناش في الشقة فحضرتك تاني يوم على طول عملت بقى محضر بمعادة طرد لانا كان فيه شهود ان انا كنت شهدها وانا لسه على زميته احنا لسه على زميته لحد شهر اتنين اللي فايت طلق غيابي طلق غيابي طلق غيابي اه بعد ايه بقى هقول لحضرتك بعد كده حضرتك طب تبديد تم تبديل العفش بالكامل عملت طبعا التمكين اخدنا سنة وعبالما اخدنا اجراءات التمكين دخلت اتمكن من الشقة فوجئت بمحضر بتعيون واحد ستة ده ان انا معمول لي محضر ان هو تنسي بالشقة وان انا المفروض اللي مستلم هالعفش طبعا الكلام ده يعني ما حد يصدقه والنيابة الحمد لله مكنتني من الشقة دخلنا اتمكننا من الشقة لقيت مهزلة عفش تاني عفش تانية قدت النمو خلفها قودت صفرة اتكتبت تلافيات كاملة اتكتبت تلافيات قدت الاطفال فيه منها سرير واتكتبت تلافيات اتت اللاجة عطلانة واتكتبت انها تصلح مهزلة الشقة ما كانتش فيه اي حاجة في مكانها ولا حتى في هدوم الولاد ولا هدومنا ولا اي حاجة لقينها وبعدين حضرتك وقال كده خلاص استلمنا طبعا استريت ان انا نمضي عشان استلم بحيث ان انا ان شاء الله مخش المحكمة لازم اقول ان الكلام ده مخالف طبعا حل دخلتي محكمة انه مفيش ومعي قيمة منقلات بتقول ان اللي في الشقة مش اللي موجود في العفش دخلتي محكمة لان انا زي ما حضرتك تشرفتي قلت المرة اللي فاتت كتبت كل حاجة بمواصفتها حتى الضرفة ان كانت جرار او ضرفة عدية حلو دخلتي محكمة بالزبط ما انا كنت ساعتها كان خد 6 شهور خد 6 شهور في تبديد رفعت قضية وخد 6 شهور حصل ايه بقى بعد كده عمل معارضة حلو استقناف الاول وخد يعني سبت له التأييد التأييد بالزبط خد بقى في المعارضة الاستقنافية اخدنا فيها وقت طويل لحد ما القضي بصراحة يعني اخد معنا فيه خناق ما بين حد بيقول ان انا ما غيرتش الكلون وحد بيقول انا وولادي برا ما غيرتش الكلون اذا ما حدش فاهم حاجة قالت طب لما انا يتمكن هنحرف الدنيا فيها ايه الخفي اللي ورا الباب اللي بيقول ان الاب ما غيرش والام ما خدتش لانه هو كان معل انا عزف ما بعد ما بعد ما انت دخلتي بعد كده حضرتك اخد براقة لانه طبعا جي جي التقرير اللي وصل ان كل حاجة زي الفل والعفش اللي في الشقة رغم انه غير مطابق بس يصلح فاخد براقة شكرا صاني واحدة بعين سرين الاول هاخد استاذ رو او في حاجة اسمها في المنقلات يصلح وما يصلحش لا في حاجة اسمها في القرون كده لا ما كانش يبقى في حاجة اسمها خبير ينزل ويطاب ما بين قيمة المنقلات الورقية والفعلية على ارض الواقع ولكن واضح ان في فيه حاجة مثلا حلقة مفقودة في الرواية او فيه جزء قانوني ممكن برضو ما يكونش واصل للاستاذة نسرين بشأن صدور حكم البراءة دي نقطة النقطة التانية النهاردة اذا كان الزوج قام بتبديل المنقلات بالكامل انا اي حاجة هتنزل من الشقة لابد من اثباتها عن طريقه انا اول اول حاجة عاملها لو جيت لقيت المنقلات بالكامل متغيرة اول حاجة عاملها هنخبط عجران كلهم انا هلمي الشارع يا جماعة انا فيه حاجة بالكامل نزلت من البيت لسبب انا مش انا مش بتكلم النهاردة على حاجة صغيرة حطيتها في جيبي ونازل ده فيه عربية نقلة كبيرة جات وفيه عمال وفيه حاجات هتفكت ونزلت وحاجات هتفكت وتلعت وتركبت فالشارع كله هيكون على علم بهذا الأمر ممكن نرد حضرتك عن موضوع ده حضرتك جابي شاهد شاهد الاسبات معاك كان البواب وحضرتك لما البواب ماسك العمال كاملة فيها شواء فاضية بيبدل أولا أولا الفكرة بتاعت أن أنا أخبط على الجيران وشأقول لهم من اندعفشي دي بش حاجة متاح قوي لأنه أنا مش بقول اندعفشي أنا بكلم فيه حاجة نزلت من عندي ولا لأ فيه منقلات نزلت هل الشقة دي يتفتح فيه نس كثير يا أستاذ رومي عايشين في بيوت عايشين في بيوت مهجورة فيه واحد ممكن يخلي البواب تابعه فيه واحد ممكن يخلي الجيران تابعه يعني كل واحد برضو بيستخدم سلطاته أو بيستخدم زي بيقوله دلاله تمام بس احنا هنرجع بقى للجزء التاني اللي هو مطبئة قايمة المنقلات فهو دي بقول للواقع لكن لكن مسألة انه يصلح أو لا يصلح لا المحكمة عمرها ما تيجي تفصل بهذا الشكل المحكمة حضرتك حاجة من الاتنين هل قايمة المنقلات مطبقة هل المنقلات لقايمة المنقلات من عدم وهنا هي تعمل ايه تفصل فيها المحكمة هنا هي تعمل ايه تمام احنا عندنا الوقت صدر حردت دلوقتي حكم بالبراءة كدبت حضرتك تلفيات ايه موضوع التلفيات في القانون ده مش فهم بص هقول حردتك على حاجة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في مسألة التلفيات التلفيات دي حضرتك هي دي اشكالية حاليا دلوقتي قانونية بمعنى انا حضرتك المرة من عقود الامانة بيطلق عليه عقد عارية الاستعمال تمام وقد يخضع ايضا لعقد اخر اسمه عقد وديعة طيب هل هو عقد وديعة او عارية الاستعمال دي مسألة تقدرية للقاضي اللي بينظر القضية فاذا تم اعتبار العقد عقد وديعة فلابد من تسليم المنقلات دون تلفيات ليه انا سلمت المعير سلم المستعير شيء يبقى من المفترض ان انا اسرد هذا الشيء بحلته مهما مر عليه من زمن فدي مسألة تقدرية للقاضي دا رقم واحد اتنين لو القاضي تعامل على ان هذا العقد هو عقد عارية استعمال فاحنا هنا مسألة التلفيات بحكم الاستخدام لان انا النهاردة المعير اعار الشيء المستعار الى المستعير نفسه تمام بغرض استخدامه احنا الاتنين هنستخدمه في مسكن الزوجية فاصبح فيه نسبة التلفيات حتى لو تمام التلفيات دي رجل كرسي الكسر التلفيات الطبيعية حضرتك حرقة سجارة وبقى بيشربها التلفيات الطبيعية لون غير لكن التلفيات تبقى قوضة مش موجودة لا وشال لجاب ويزة دي نواعز بقى حضرتك حلو هنا بقى ازاي القانون ثانية واحدة هنا ازاي القانون عداء كده احنا هنا لازم نقول للناس اللي بتواجه هزي مشكلة تعمل ايه هقول لحضرتك بقى حضرتك احنا بنحل الجزئية دي ازاي بص حضرتك في القانون فلنفترض دلوقتي حضرتك ان انا خمسين في المية من قيمة الموقولات موجودة والخمسين في المية التانية مش موجودة النهاردة حضرتك من المفترض ان الزوج بيعمل ايه النهاردة قيمة الايمة مئة الف جنيه وقيمة المنقلات الموجودة خمسين الف جنيه فانا النهاردة هاجي اسلم الزوجة المنقلات العينية اللي موجودة في الايمة اللي هي السليمة اللي بالفعل استلامتها والمبلغ الآخر هو مقابل القيمة المالية باقي كنت القيمة فالنفراد انت تفهماني حريك ازاي قدر سعر القوضة بسعر ما كانت مكتوبة في القيمة والحاجات اللي نقص كانت مقدرة القيمة ولا غير مقدرة القيمة يعني فيه خلالات براوين هو تمنه حاليا دولة 8000 جنيه كان مقدرة القيمة ولا غير مقدرة القيمة خدسي فلوس مكان الحاجات اللي قالوا لك 14000 جنيه طيب أنا عايزة اسأل دكتور محمد اسأل الجزء الاوليني بعد ما طلنا من الحلقة في ناس قالت القيمة اصلا حرام قم حي هذه النيرات حي الحسان الخيرات هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمنات وحضارة الاسلام تنطق عن مكان المسلمات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن الحق سبحانه حفظ حق المرأة بالكتاب والسنة ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة المرأة لها حق الصداق ولها حق المهر قائمة المنقولات الزوجية هي عرف دخل في المهر لأن الزوجة يقدم لزوجته هذه المنقولات في صورة جزء من المهر الذي شرعه الاسلام حقا لها ثم ينهى الاسلام عن استرداده من المرأة مرة أخرى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وكما قال الحق سبحانه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ويقول ربنا تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ويقول ربنا تبارك وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولكنني أريد أن أقدم نصيحة إلى كل أخت كريمة تعرضت لتجربة سلبية مؤلمة في حياتها الزوجية إياك وأنت يأسي أو تحبطي ولكن عليك أن تصمدي وتصبري حتى تحقق النجاح الاجتماعي والعملية تارة أخرى ولا تعبئي بما يواجهك من متاعب وصعوبات فالنجاح سلم لن تستطيع تسلقه ويداك في جيبك والضربات القاسية تهشم الزجاج فقط لكنها تسخل الحديد وليست راحة البال في اختفاء المشاكل من الحياة ولكن في القدرة على التعامل معها طب أنا مش هايزة أقطع كلام حيك دكتور محمد بس أنا لباتي الناس اللي قالت المرة اللي فاتت القيمة أصلا حرام لأنه هم إحنا مطلوب من إحنا بنيدي شبكة ومهر وإنا أصلا بديها المهر علشان تجهز نفسها هنا بتقول حيكي أنا جهزت نفسي أنا أصلا بشتغل فلما أنا أجي أطلق أنا مش المطلوب مني أنه أنا بعد ما عشت معيها العمر ده كله وقعدنا على نفس الكنبة أنها هتقعدني على الأرض وتأخذ الكنبة وتمشي أنا عايز حضرتك ترد علي في الجزئية دي تحديدا تحديدا القائمة من حق الزوجة قطعا بإجماع الفقهاء لماذا؟ لأن هناك قاعدة فقهية تقول ما تعرف عليه الناس وإن لم يخالف الشرع فهو شرع العرف الآن على أن المنقولات الزوجية تدخل في المهر وما دامت المنقولات الزوجية دخلت في المهر عرفا باتفاق المجتمع فقد صارت حقا شرعيا للزوجة نطلع فاصل نطلع فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس ورجع لكم تاني بعد الفاصل المشاهداتي عزات وحنرجع لأستاذة أمال عبد الله تفضي حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أنا بقى حكاية حكاية أنا تجوزت واحد بقول لي أنا أصرف عليك إليه وإنت بقيت أهلي بقول لي كده لطول إزاي أصرف عليك هو أنت أم ولا أبويا ولا أخواتي رجل أصرف عليك إيه اشتغل نصرفها لنفسك حصل مشاكل بينه وبينه بقى كتير جدا جت بقى عشانا أطلق بقى لقيت نفس حامل استحملت شوية أجا نام لا أم النمى لنا تف على وشه كله خرج لأ مرة القطر معادي عايزة يحديفني قدام القطر ما مش عارفة فيه إيه بالزبط والآخر في يوم كده بقول لي إيه بقول لي كيه أنت خطك حلو في الكتابة القرية قتول لي آق نعمعية دبلوم كويسة خلاص وريني كده خطي كده وريني اسمي كده شوف خطك حلوة ولا كتبت اسمي كان فيه ورقة تحت الورقة كتبت اسمي عادي أنا صفي يعني عادي مفيش حاجة كتبت عادي قتالي هو إعاين ورقة دي الحاجة تانية اللي هدف في دماغه المهمة جيت إيه قالتولي أنت أطعتها أنت بتكتبها أنا أنت عندها وليه قال لي لا أنا أطعتها وقطع ورقة تانية معايا أمام بوصتك ده في يوم لقيته كاتب كل حاجة اللي في الشقة والآخر وكله مليش حاجة روحتي بقى عشان محكمة عشانه قطعن في اللي ده ما كتبتش حاجة أنا طبعا هو قال لي قطعها قال لي لا أنا كنت عينالك طب ليه تقزيني ليه ليه تقزيني فجأة لقيت نفسي في الشارع ولا ليه يعني مسكن ولا ليه أي حاجة مليش أي حاجة خلاص في الشارع أنا وابني مليش كان حتى قاعد فيه مليش حتى مكان أنا للوقتي أنا هندغطي أنا وابني في الشارع قلت رح محكمة تانية عشان أنا أصرف مني لأسكن هو أصلا مش مصرف علي يبقى هو هاديني نفقة ولا هاديني أي حاجة مفيش لقيت نفسي في الشارع أنا وابني ومليش مكان خالص أنا بناها شد وزارة وزارة الإسكن لتدوم الاجتماعي بس جبني مكان أنا وابني أنا مش عايز حاجة أكتر من كده أنا وطب كده بس أنا في الشارع أنا وابني أنا قاعد عن تختي مليش مكان هروح لإسراء وبعدين هشوف أستاذ رامي والدكتور أنا مشكلتي طبعا كنت متجوزة في شقة مستقلة والشقة بتاعت حماتي كانت بعض عني بشوية فالشقة دي كانت بتحط فطبعا جوزي تلت يوم الفرح قال لي احنا نجيب الجوز العيان اللي كان عنده بولدين جوزي قال مقال لي أنا هنجيب الجوز العيان نقعدهم معنا في قط الأطفال قلت له ما فيش مشكلة ما مناحتش ولا أي حاجة ولا اعترضت ولا أي حاجة لقيته بيقول لي قلت له ما فيش مشكلة ولو الحاجة عايزة تيجي أنا ما عنديش مشكلة برضو أنا ما اعتبرها والدتي مش والدته كمان اتفجأت طبعا ان هي بتحرضوا علي سبب المشاكل اللي هي حرضته وهي كانت عنده أهلاها غضبت ست شهور اتفجأت اللي هو قال لأخته روح يقولي لممتك ان هي ما بتخسليش وما بتسرح ليش الكلام ده كله فطبعا هو اللي حط عدوة ما بيني وما بينها جات مش طيقوني اتفجأت طبعا قالوا له قلعها الذهب وايه وخليها تروح عند أهلها واحنا نجوزك واحدة تانية بالزبط ده اللي حصل لقيته مسكني ضاربني ومقلعني ذهب يغزب عني طبعا نزلت دافعا نفسي في قلب الشارع لقيت ابوه مسكني ويقل له ايه ضربها يادة تاوهها نمضيها على ضربها نتاوهها نمضيها على وصلات ما لهاش حاجة هنا طبعا اسمات الكلام رنيت على والدي من تليفون تاني أم قيل لي خليكي ما طلعش من شقةك قلت له ازاي يا بابو ازاي وانا دلوقتي وما عايزين يمضيوني على وصلات اللي أنا ماليش حاجة هنا روحت عملت مهضر طبعا اللعني ذهبي الذهبي اللي مكتوب في الايمة زائد خطمين كمان زيادة عن اللي في الايمة وخاتهم مني وطبعا عملت مهضر وكان واخد بنتي مني والده جاه طبعا اتحبس تلاتياء فالمهم بعدها بشهر كده جنبا لما هو طلع حماية وكده جاه عمره حم قيل لي ايه انا هرجعك ومش عارفة ايه وهتوعدي لوحدك في شقتك وكده قلت له ما عنديش مشكلة رجحت برضه عشان خاطر انا معي يا بنت مش ولا قلت اللي هي تتربع مع ابوها وجيز الامور تتصلح اتفاجئت ان هو كان مرجعني اساس اللي انا تنازل عن المحتر فطبعا طلب مني اللي انا تنازل عن المهندر قلت له لا اللي احنا قعدناه وطبعا القعدة كنا قعدين قعدة عارفية قلت له لو القعدة القعدة حكمت بيه وفقت عليه وعملت زي ما هم قالوا وانت قلت في قلب القعدة لوالدي انا ما عنديش مشكلة اتفاجئت طبعا ان والديتي تعبت لقل عندها الضغط اغمع لها فطبعا ام ايلي طب روحي وصيبي بنتك وانا هاجبها لك بالفعل اروحت روحت وروحت عند والديتي اشوفها ام ايلي ايه عايزة تيجي لبنتك تعالي مش عايزة تيجي مجيش قلت له طب انا عايزة بنتي طالما انت ما انتش عايزني انا عايزة بنتي ام ايلي لأ قعدت معايا تلات شهور طبعا انا قاعدة عمولة بعت له الناس اللي كانت قاعدة في قلب القعدة هو مش عايزة جيب البنت خالص طبعا قمت رايحة للمركز ايلي اللي هو واخد بنتي مني ومش عايزة جيبها بالفعل المغبر نزل جاب لي البنت وجاه الاول اتهرب المحضر وقاعد المغبر وعم قاعد يقول ايه ده هي مش موجودة في البيت ده راح يكشف عليها الكلام ده كله فجئت طبعا ان رئيس المباحث لما طلعت له ام رايح اقام يلي ما فيش مشكلة انا اجيبلك بنتك وجاب لك البنت بالفعل جاب البنت ام قاعد لي طبعا خدت بنتي وروحت لقيته بيرنه على جزغتي بيهدده وانا هخطف البنت وعفش كعنده في البيت اه قلت له تمام طبعا انا بنتي قلت له بنتي في حضانتي خلاص انا مش عايزة حاجة من الدنيا تانية المهم في يوم في التاني قاعد برضو ايه يهددني ويرنه على قريبة المهم بعتلي ناس قلت لهم انا ما عنديش مشكلة ان كان هيمدي على ورق بما يرضي الله والكلام ده ينفزه انا ما عنديش مشكلة ارجع واربي بنتي ترجعي اه رغم كل ده انا قلت ما خربش بيتي برضو وارجع عشان اربي بنتي ما انا معايا بنتي اصدر دوعة مش ولد لو انا اتجوزت في يوم من الايام البنت طبعا الاب ده اللي هيجيلها مش هيحافظ عليها زي اي عب هو ابوها هيربيها احسن من اي من اي ابو تاني هيجي في يوم من الايام هيعريها طيب حصل ايه بعد كده حصل بعد كده اتفاجئت اللي هو رايح طالبني في الطاعم كلمت محامي زي اي المحامين امقيلت علي عملك اعتراض عملت الاعتراض بالفعل طبعا قال لي هاتي الايمان مرفعهالك دخلني هو المحكمة انا ما كنتش كنت رافضة تماما ان انا ادخل المحكمة كنت بقول له نحل بالود دلوقتي وصلت اللي حكمة في الايمة بتسليم اعيان الجهاز عينا بالفعل رحت مرة واثنين عشان استلم اعيان الجهاز اتفاجئت ان المحضر مفيش الباب مقفول قال لي مفيش حد موجود جبت امر بالكسر كل ده وانا برضو باجري انا اللي باجري مع المحضر ومع المحامين وانت فاكرة انت متجاوزها هو طالع من طلعي غيابي اه واتفاجئت اصلا لهو طلعني غيابي اه وكان طلبني في بيت الطاعة يعني هو طلبني الاول في بيت الطاعة وراح طلقني غيابي كمان والحد الان بيهددني رن علي عم من فترة قريبة شهر تمانية ده بيقول لي اقعد كوني فاكرة اللي انت هتاخذي حاجة انت وصلت الحكم هو عرف اللي انا وصلت الحكم تسليم ايمة الايمة فلوس قال لي اقعد كوني فاكرة اللي انت هتاخذي مني حاجة مش هتقداري اما كنتش هتيجي وهتجيبي رجلين كويسين وهتيجي تاخذي حقك اقعد كوني فاكرة اللي انت هتاخذي مني حاجة خليك في المحكمة فأنا عايز حقي أنا بناشد السادة المسؤولين إن أنا عايز حقي يعني بيتخدر يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري الرجل الصالح العاقل يتق الله في زوجته إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها ويعلم أنه إذا ظلم امرأة ضعيفة كانت أمانة عنده وعليه حمايتها فإن لديها سلاحا فتاكا ماضيا قد يريده موارد الهلكة وهو الدعاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب تفتح لها أبواب السماء ويقول لها رب العالمين وعزتي وجلالي لأنصرا مكي ولو بعد حين فدعوة المظلوم تنطلق كالرصاصة في سماء الأيام حتى تستقر في أعز وأغلى ما يملك الظالم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع وقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام أنا عايز أعلق في نقاط وجيزة لشان وقت الحلقة الأخت الكريمة اللي زوجها قال لها أنا ما ينفعش أنفق عليك لأن أنت مش من أهلي بالزبط الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ربنا قال في القرآن الكريم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وقال ليس منا من وسع الله عليه ثم ضيق على أهله يبقى الإنسان اللي ما يعرفش يتحمل المسئولية آثم وضل مضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعياته لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يتكلم عن الزواج وضع شروط يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عشان ما يظلمش إنسانا ما يقدرش يوفيها حقوقها المادية والاجتماعية وغير ذلك من الحقوق الشرعية إذن النفقة واجب على الرجل لا محالة النقطة التانية الأخت الكريمة اللي ذكرت أن زوجها بصق في وجهها وتعامل معها بطريقة غير لائقة روي عن معاوية ابن حيدة القشيري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه فقال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست يعني توف نفقتها ولا تضرب ولا تقبح الوجه لأن الله خلق آدم على صورته فتقبيح الوجه ده في أتداء على الله عز وجل والعياذ بالله ولا تهجر إلا في البيت نجي نشوف الأخت الكريمة اللي قالت أن زوجها بيعتدي عليها بالضرب والإهانة والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب مرأة ولا خادما قط طيلة حياته وكان يتعجب من الذي يضرب مرأته ويقول ما بال أحدكم يضرب زوجته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخرة لأن الأصل في معاملة المرأة ليس بالعنف ولكن بالرفق لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير لأن القارورة الزجاجية رقيقة إذا تعاملت معها بعنف انكسرت وإذا انكسرت فلن تعود لحالها الأسبق معك على الإطلاق لذلك يقول الإمام الشافعي عليه صحائب الرحمة إن القلوب إذا تنافروا الدها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من علامات كمال الإيمان حسن معاملة الزوجة فقال أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وخياركم خياركم لنسائهم وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وحذر من التهاون في تلك الوصية فقال احفظوا عني وصيتي فيكم في النساء وفي رواية احفظوا عني وصيتي لكم في النساء حتى تنجوا من شدة الحساب ومن لم يحفظ وصيتي فما أسوأ حاله بين يدي الله عز وجل الزجل اللي بيتحايل علشان ياخد حق زكته أو أيمد زكته يحصل على مال حرام يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة حتى وإن تأخر العقاب فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وأكل الحرام يكون مصحوبا بالتعب لأن أكل الحرام إنسان ينام الليلة يفكر كيف يجذب على الناس كيف يروق من القانون كيف يحتال على الخلق لذلك فإن أكل الحرام يكون مصحوبا بالقلق والتعب والاتراب أما الحلال فإنه يكون مصحوبا بالراحة والطمأنينة والرضا لأنها لقمة طيبة أتت رزقا حلالا من الله فتناولها صاحبها قائلا الحمد لله الحمد لله شكرا دكتور محمد وستاذ رامي حقود الأول في القانونيا كده الحالة دي وبعدين الأستاذة دي وأستاذة دي بالنسبة لوضع الأستاذة إسراء مسألة التوقيع على بياض التوقيع على بياض ده كرسة تمام لأنها كرسة هي بالرغم إنها كرسة لكن كرسة مؤقتة وطريقها معروف إزاي البراءة تمام بمعنى هو النهاردة أخد منها توقيع على بياض بالتنازل عن كل شيء صحيح تمام الإجراء القانوني حركة اللي احنا بنيجي نعمله في المحاكم إيه بنيجي نثبت إن التوقيع كان سابق على الصلب لو تم إثبات إن التوقيع اللي تم اللي هي جات كتابته مدام إسراء تمام كان في وقت قبل كتابة صلب الورقة تمام على طول حردك الطرف ده ما بيعتدش بالورقة دي والورقة دي خلاص بتاخد مقال الورقة العرفية وإن كان الموضوع متعلق بإصالة أمانة وقيمة منقلات أو ما شابه ذلك المتهم فيها بياخد برقة عمدتي كده تمام أولا أنا عايزك يتأخذ هو هنا أستاذ رامي بيقول لحضرتك لما حديك تكون يمضي على ورقة على بياض أنت مضيك على آخر آخر الورقة وهو كتب إنه لي كل حاج هنا سهل الإثبات في حاجة اسمها التعاصر الزمني ما بين ما بين التوقيع والصلب اللي هو ما عايش محامي ما هي دي بقى جزئية بقى حضرتك ده اللي إحنا كنا نكلم فيه المرة اللي فاتت اللي هو يعني ما نتحركش لوحدنا تمام ونعمة بالله ونعمة بالله طبعا موجودين موجودين حضرتك كتير موجودين كتير حضرتك الناس اللي بتخدم لا أنا مش عايزة أستاذ رامي مش عايزة تتكلم كده موجودين فين اللي بيخدمه يعني هيا النهاردة هتخبط على باب مين عشان تجيب محامي يا أستاذ لو راحت حضرتك هناك في المحكمة اللي هي تبع عليها في انقبط المحامين عملت كده يا بني تمام وتقولهم أنا الأمر معي واحد اتنين ثلاثة خلصت خلاص خلصت ليه ما هو الراجل هو بيقول لحضرتك محامي محترم بيقول لك سهل إثبات انه التاريخ اللي هيك وقعت فيه الحبر بتاعه غير التاريخ اللي هو كتب فيه ده معروف حرضك في القانون اسمه تعصر الزمن بين الصلب والتوقع لك عملت بالأمضة عمل بيه نفس الألم نفس بالكلام أيوة ما هو بيقولك الزمن الزمن ما أنا معرفش بقى الكلام ده طب الحمد للإن أنت أديكي عارفتي هنا النهاردة هي قاعدة عند هي بيقول لناها قاعدة في الشارع بالزبط ما دي المشكلة النهاردة ومعها أبوها 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 ما ليش حد غير التاريخ بالخلون بتعمل إيه يا وسلم هنا حضرتك دلوقتي لأ أنت معاكي ابن طبعا صح عنده كم سنة عنده 15 يعني من المفترض دلوقتي حضرتك إنه لو حب إنه هو ياخد طبعا كلام ده كله بالزبط لكن هتوقف الأمر على اختيار الولد هيكون عايش 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 مع أبوه أو مع أمه بس الوقت دي يقدر يرفع النهاردة على أبوه النهاردة يقدر يرفع حضرتك عليه مسكن ونافقة ونافقة بالزبط صح؟ تمام؟ عملت كده؟ ما مشي مشي خالص هو أبوه مشي ما شفناهش تادي يعني أنتوا ما طرفوش عنه حاجة عنه حاجة نهائية أصلا خالص ما عرفش الميت بقى حيا الله تلجأ بقى حردك دلوقتي المجلس الأعلى المرأة ما عرفش مجلس القاومي لحقوق المرأة هم حردك هتولوا الحالة دي كده بالكمل أنا عايزة بس مكاين كمسكن كمسكن ونافقة أنا أنا طيب بالنسبة لأستاذة إسراء أستاذة إسراء أنا عندي مبدأ أنت ترطيني مرة وحاولت تعتقدي علي مرة أرجعني تاني الزي ما نشكلت خضيت لمعيتلي حكت تعجلت أنا أرجع تاني إزاي المبدأ في حد ذاته أنا النهاردة واحد هددني وكما هددني بالقتل وحاول يتعد علي هو وأهل وكانوا هيجبروني أني أوقع على إصالات أفق الفكرة نفسها جات في دماغي إزاي أن أنا أرجع له أنا أصبحت حياتي النهاردة معاه غير أمينة لنفس ولا مال لما إحنا قعدنا قعدنا قعدة عرفية ملهاش علاقة لأعدات العرفية في المواقف دي ملهاش علاقة بالعكس دي القعدة العرفية هتفرد عليه تمام طيب هي دلوقتي حردك قالت أنها عملت اعتراض على الطعوب على كده فجأت أنه هو طلقها أيمة منقلات أنت كذبت أيمة منقلات طيب أنا هنا السؤال التاني أنت ليه ما أقمتش جنحة ورفعتي دعوة استرداد منقلات أنا مش عايزة أحبس أبو بنتي ويعتبر أبوها ويفضح طول العمر أبوها أنا دلوقتي بصي أوضح برضو لحضراتك حاجة هو طبعا هي اختيارات هي اختيارات والزوجة هي اللي بتختار أنت عاوزة تلجأي لطريق الجنحة عاوزة تلجأي الجنحة ترفعي جنحة ولا عاوزة استرداد منقلات شق المدني هي بتقولك أبو أبوها فهي مش عايزة تحبسه بالزبط تمام فده سهل عليه هو المهم أننا النهاردة ما بقاش فيه سيف العقوب على رقابتي ما بقيتش مهدد يعني أنت القانون النهاردة بيسمح ليكي أن أنت تقداري تاخدي حقك وترفعي جنحة وأنا ما كنتش أعرف أصلا حيثة الجنحة دي المحامي هو الرفاع الاسترداد رفاع لي في محكمة الأسرة طيب أنت بلاتي عرفت هتعمني إيه من أستاذ رومي نحن هنطلع فاصل دقيقتين بالزبط وحنرجع نكمل مع بقيت دفاتنا وضيوفنا العزاء فاصل قصيري نجعيكم من هي وبس هنبدأ بعد الفاصل الأخير مع أستاذ هاجر لطفي قوليه هاجر قصتي بدأت من يوم الصباحية من يوم؟ من يوم الصباحية الصباحية؟ أيه لقيت أخواته البنات طلعين الشقة فوق أخذ أخوهم ومامتهم كانت معاهم ونزلوا بيه تحت فتر وبعد كده طلعت أخته تقول لي لبس العبادة ويلا عشان تنزلي تحت شقتي ما عادتش فيها عزائلي ما فتحتهوش كنت أفضل قاعدة معهم تحت لغاية الساعة 4 الفجر لغاية مخوته الثلاث بنات يقولولو إيه إحنا هننم بعد الوقت المهم عاشت وستحملت وكنت في تلتة كلية أداة بقسم علام طلعوني من كلية طبعا قالول إحنا مش هنصرف عليك المشكلة في الوقت ده إن أنا كنت حامل وكلام من ده حملتي يعني وكده فاستحملت بقى وعشت كنظام خدامة للتلتة بنات وموتهم وهو كأنه مش موجود أتعب مثلا عشان أكشفه كده مانتو تقول لي إنتي هتروح تكشفه عشان تصرفي 100 جنيه استحملت برضه وعشت المهم إن المشاكل بقى زادت واخوته البنات وكلام من ده فزع معايا وضربني وكلام من ده وحصلت مشاكل كتير وروحت عند بيت أهلي كرشوني أخده دهبي وبعزالي وكل حاجة وكرشوني مين دور؟ أخوته البنات وهو وموته المهم غضبت مرة واثنين وثلاثة وكنت براوح لوحدي عشان هو ما كانش بيرضى يجي ياخدني وأهله برضه ما كانوش بيجي ياخدني تراوحي منين؟ كنت بغضب في بيت أهلي وترجع لوحدي أوه بس عشان والدي مش موجود وكده فهم مستهترين وطبعا كنت برجع أنا حامل وكلام من ده وظروف أهلي ما تسمحش يعني أن أنا أقعد وكلام من ده فالمهم مرة واثنين وثلاثة واضبته في النهاية قال لي بصي أنت يتيجي تبقي خدامة لأخوتي الثلاث بنات واممتي وانا كده كده هتجوز يعني أنت تبدل إعادة في بيت أهلك المهم ما رفع علي قضية طاعة وبعد ما رفع علي قضية طاعة رن علي قال لي بصي هاجر في بنته وكده أنا هتجوزها وشرطها حاجة واحدة إن أنا مهر الجديدة يبقى طلاقي القديمة أنا هتلقك بصي بقى أنت ملكيش أي حاجة عندي وابني أنا مش عايزه ومش هصرف عليه قلت له تب في حاجة واحدة بس ابنك محتاج عملية عملية في العدو الحساس عملية بعشر تلاف جنيه قال لي بصي أنا ابني دي مش عايزه ومش عايزه يشوفه عشان ما تفعلهش حاجة قلت له تب خده عند أي دكتور تمام وعمله العملية ومش عايز مثلا تديني نفقات وكلام من ده عشان هتعمله العملية ماشي قال لي لا اتفاجئت المأزوم بيرن علي بيقول لي هاجر هو طلقيك النار ده غيابي تمام رفعت بالقيمة كان يجي هو أمامته المحكمة مش عشان يحضروا الجلسة عشان أمامته تشتمني وهي لابسة ده بتاعي وهو واقف معاه وهو مطلعني غيابي اتحكمني بالقيمة وكده وبعد ما طلعني غيابي سافر السعودية بعد ما قاعد ثمان شهور يروح المصيف هو أمامته واخوته البنات ويعانت فيه ونزل على الفيسبوك النار ده قاعد ميلادي يوم الطلاقي وابنه محتاج عملية وهو في المصيف او بيشتغل في شركة مأولاد كبيرة في السعودية يعني مرتاح مدياً المهم ان هو رفضيها من لبنه العملية والحد لانه ما عملهاش بقى لثلاث سنين ومتمر ما طبقى في المحاكم معيش بقى ان انا اول محمة وكده اكتب عرية دعو الواحد دي اعمل اعلانات رفعت بالقيمة استانف فيها القاضحة كاملة برد اعيان الجهاز كاملة لما استانف في القيمة رحت وحضرت برضو والقاضي ادى رفضه تأييد نزلت عشان استلم اعيان الجهاز لقيت الشقة فضية الشقة اكسم بالله عزالك كان بكاراتين ما استخدمتهش ما عاشتش حياتي كاي بنت ولا عاشت دمروني في كل حاجة لقيتش الشقة فضية خالص ومامته تهجمت علي قدام الشرطة واخواته البنات وشتموني ولبسين من حاجتي وعايشين لقيتلي بصي ابني مسافر برا وانا هسافر له انت مش هتاخدي اي حاجة مننا اشوف فضئم السرير بتاعتي والفوض عند اخته اللي في البلد منتجوز عندنا لانتلح نبعنا العزال وخلاص طب حتى الدنيا عزالي طب عمله العملية اللي ابن ابنكم لا المهم رجعت رفعت بقيمة الايمة وتحكمني بقيمة الايمة بس دلوقتي هنفذ على مين مامته افلت البيت وسفرت السعودية معاه ولا متعة ولا عندها ولا نفقات ما فيش غير 500 من بن كناصر 500 يعيشه طفل عنده اربع سنين وجهزي الاخواته سرقوح يرد ربنا او يرد مين ان واحد شغال في شركة المنور للعمران في السعودية مش عادي نذكر قسين تمام وفي النهاية دلوقتي الحمد لله يعني يعني الفضل يرجع لدكتور ايمان حلمي خلتني كملت السنة الاخيرة في كلية ايضا بقسمي اعلان كان بيبقى عندي امتحان الساعة اثنين الضهر وانا عندي جلسة الصبح ولازم عشان مش معي محامي احضر الجلسة الصبح واطلع اروح الامتحان ومعي ابني اتبادلت ما بين محكمة الاسرة والمحكمة الكبيرة في كفر الشيخ وكنت اخدها ماشي من المحكمة الكبيرة حراسي هاجر دمروني ويبعثي رسائل حراسي هاجر يبعثي رسائل بقى يقول لي خلاص خلاص انا هلفالك اواضي هو سؤال احنا بنجاوز ليه لما انا النهاردة من يوم الصباحية وانا في اهانة الكلام موجه للرجل انت بتتجاوز ليه مع هداك الاجابة واضحة هو هو بيقول لها انا هتجاوزك او انا اتجاوزتك علشان انت تخدمي نزلها من بيتها وداها بيت مامته واخواته علشان تخدم دي وتخدم في دي وتخدم في دي وبعدين بعد كده يروح يتجوز واحدة تانية هالوقت تنفذ على مين لو هتنفذ دلوقت حررتك تقدر تنفذ عليه لو انت على علم بمقر الشركة اللي هو شغال فيها تقدر يتنفذ عليه في شركته ناخد حضرتك حاجة اعرش الكتوفين الشركة اللي هي لو انت على علم بالشركة اللي شغال فيها في السعودية اعرفاه تمام انت على علم بالكلام ده بتاخد حضرتك الصيغة التنفيذية للحكم بتاع ايمة المنقلات اللي هي خديته اللي هو رد قيمة الايمة مش رد المنقلات بقى لأ رد قيمة الايمة وبتتوجه حضرتك لي وزارة الخارجية والصفارة السعودية لكن ده لابد لها من توكيل محامي سعودي وهيتم تنفيذ الحكم ده هناك على فكرة عاوز اقوله حررتك في دول الخليج هناك ما فيش هزار في مسالة تنفيذية بزبوط السعودية والكويت وميالى ذلك يتم حررتك ارسال صيغة تنفيذية لكن لابد من توكيل محامي هناك في السعودية هو اللي هيتم وهيباشر اجراءات التنفيذ عليه هناك تجيب من اين المحامي السعودي وهي هنا في مصر؟ هاباقول لحضرتك طب هتقول لي يعني؟ هتقول لي هاباعرف حضرتك ازاي تقدر توصل لأي حد من ساد المحاميين هناك في السعودية لكن مسألة مسألة تنفيذها للحكم لا مسألة سهلة لانها النهاردة قطعت شط طويل جدا يتبقى الشك الاخير اللي هو مشكلة عندنا هنا في مصر لا هناك سهل هناك هتيجي تنفذ وخاصة ان هو له عنوان ومحل اقامة ومحل عمل معلوم انت عارفة العنوان هناك؟ بس هو لي يعني ايه؟ ليه ناس بالشركات وكلام من ده ما ممكن يغير العنوان بتاعة؟ انت عارفة الشركة اللي هو بيشتاق فيه في السعودية؟ عارفة بس كان بيجيله مثلا انه هو فصلة أو حجم الشركة كان بيرجع تاليه وصدورة انت عارفة اسم الشركة اللي هو بيشتاق فيه في السعودية؟ ازاي حضرتك؟ ازاي كنت يا اسماء؟ حضرتك برضو انا تزوجت وبرضو بدأت المشاكل من يوم الصباحية اخته دخلت عندنا اول يوم قعدت تتكلم وتقول ده سليفك كانوا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا ومش عارفة ايه بدأت تحكي لي المشاكل اللي هما كانوا بيعملوها وقالت لي طبعا انا كنت دخلة على اساس انه كل واحد بتلوا وحده فطبعا المشاكل بدأت من يوم الصباحية انه هما اللي عرفته انه هما بيدخلوا في كل حاجة وهو الاسف الشديد ما كانش ليه اي كلمة يعني او بمعنى صح ما بيعرفش ياخد رأي معاهم هما فرضين سلطاتهم علينا فطبعا دخلت قالت انتوا هتختلطوا معانا ولا هتعودوا لوحدكم فهو رد عليها الرد ده اللي هلأ هنختلط معاكم طبعا انا قلت ماشي ما فيش مشكلة ان احنا مثلا نبقى اكل وشرب وكل حاجة مع بعض بس ما يتدخلوش في حياتنا الخاصة للاسف لقيتهم بيتدخلوا في حياتنا الخاصة اروح بيت والدي بيته ولا حاجة هو يبقى موافق تحصل مشاكل مش عارفة ايه يقولوا لا ما تبيتش في النهاية يعني طبعا انا غضبت مرة واثنين وثلاثة كتير فطبعا في مرة وفي مرة يعني وانا في البيت عنده حصلت مشكلة وقالوا له ان جوز اختها بيضربها فاضربها فطبعا ضربني وانا حامل جوز اخت مين نعم جوز اخت مين جوز اختي انا فهم كان لهم علاقة صلة بعض يعني صلة قربة وكذا جوز اختك جوز اختي انا بيدرب اختك اه كان بيدرب اختي فقال له ان هو بيدربها وكذا اضربها انت كمان فطبعا حصلت مشكلة وكذا وما تروحش ومش عارفة ايه فضربني وانا حامل طبعا حصلت مشاكل كتير جدا واخدوه كده لما رحت بيت والدي اخدوه وادوه لوحدة كانوا عايزين يخطبوهالو ايه وانا زعلان ببيت والدي اخدوه وادوه لوحدة عشان يخطبوهالو وانا زعلان ببيت والدي فطبعا انا وكل ده ما عرفتوش هلا لما جاء يجي يعتزروا كده وياخدني البيت فقال لي ان هو ما كانش يعرفه كده واخواته اللي اخدوه وبابا ومش عارفة ايه ففي النهاية يعني حصلت مشاكل كتير جدا والسنة اللي هي سنة 2019 دي زعلتها كلها ببيت والدي طبعا والدي كان تعبان جدا وكده وجا بعد وفاة والدي على طول طلق حاول ان هو يرجعني اكتر من مرة انا عرضت عليه حلول كتير جدا ان انا مش هرجع البيت طبعا بسبب ان والده مشاني وقفل الباب بالقفل وقال لي ملكش مكان هنا انتي وابنك ومشي ومش عايز اشوفكم هنا تاني كلام ده كان في رمضان فاعدت اتحلل علي وما ينفعش وعشان خطر الطفل رمضان اللي فده لا رمضان اللي هو بتاع 2019 فقلت له عشان خطر العيل الصغير طب احنا عملنا ايه واعدت اتحلل علي وبعدين طلقك غيابي وبعد كده طلقني غيابي طلقني غيابي طبعا معرفتش اخد حاجة منه اتجوز على عفشي رفعت القضايا جوا بعت لنا ناس كتير علشان خطر يحل لما الاضي حكمني بالقيمة فحاولت ان انا حل فطبعا للاسف الشديد هو مرضيش يديني العفش كامل يعني قط النوم قط الاطفال الركن الحاجات دي كلها رفض النواي الدهالي ده حمايان فطبعا قلت لهم لا ده كده حقي ما ينفعش ومش عارف ايه فقالوا لي هو فيه اصلا واحدة في مصر فيه ستة في مصر بتاخد حقها اصلا اه فيه ستة في مصر هم قالوا نفس الكلام فرفضوا ان هم يدوني فطبعا كان علي ضغوطات جامدة جدا من اهلي ومن اعمامي طبعا بعد والدي رحمة الله علي اعمامي قاعدوا يقولوا لي معلاش وتنازلي وتنازلي فهم قالوا لي هنجيبلك العفش بعد ما راحوا رفض ان هو يديهم فطبعا والدي كان جايب لي برضو هدية للصباحية وكده رفض برضو ان هو يديها لي كانت بمبلغ وقدره وقال لي لأ ملكيش حاجة عندنا طبعا جوا في الاعداء العرفية حكموا لي بعشرين الف مقابل الايمة الايمة كانت ديمتهم هو كان خمسين الف كلهم من ضمنهم النفقة نفقة العدة والمتعة والخمس تلف اللي هو قاعده من الولد عندنا على اساس ان هو محكم له باربعمة جنيه وعشرين الف مقابل الحاجة عشرين الف مقابل الايمة وتنازلت يعني في الشهر وتنازلت حاولت ان انا ارفعها تاني قالوا لي للأسف انت اتنازلت في الشهر العقاري مش هينفي عنيتي ترفع الايمة تاني فجيت بعد كده رفعت نفقة الابني لانه ما كانش بيبعتها الاربعمة جنيه تنازلت ليه اتنازلت غصب بسبب الضغطات اللي كانت عندي الضغط علي ضغط جامد ومضانة على ورقة الضغط علي من مي الضغط علي من اهل البلد كلهم اللي هما بيحلوا في الاعداء العرفية وانتو ملكمش رجالة وهي ملهاش رجالة انا انا حاجة حاجة بس عايزة اسألوا استاذ رون الاعداء العرفية دي دي في القانون هي غير ملزمة هما ناس عاوزة تحل تمام ولكن ولكن للأسف واضح من كلام اسماء ان ما فيش ضهر ليها ما فيش سند ليها واستضعفوها فهو ده اللي حاصل لكن دي مش قاعدة عامة احنا نقول ده السناء حاصل لكن اساس الاعداء العرفية ايه اننا النهاردة مش عاوزة لجاء المحكمة وهنحل يا جماعة سوا انت ليكي قيمتك كيمة القيمة بتاعتك بهذا المبلغ طب ما ليش احنا ممكن نتنازل عنها شوي ده قد يكون ده بيبقى اسلوب التفاوض احنا هنتنازل وهي تتنازل علشان نقرب وجهات النظر ونبدأ نحل ونعمل جدول زمن الحل تمام بيبقى فيه تنازل من الطرف ده وتنازل من الطرف ده لكن واضح ان التنازل بالكامل في هذه الاعداء العرفية الجلسة العرفية التنازل بالكامل كان على حساب اسماء نفسها لكن ده مش حاجة اساسية او لها اساس قانوني وغير ملزم لاسماء انه نهاردة لو جدت النهاردة جدت في الاعداء اللي تلقم لأ اين الكلام ده وتمش مناسبني واللي بينه وبينه محكمة حاش كان اقولها تلتي تلاتة كان يعني الاعداء العرفية او الجلسة العرفية دي غير ملزمة غير قانونية الا اذا اقرت بها وقالت خلاص انا هنفس لو جالت قالي ده كعرف بقى عرف هناك حضرتك ما بين اهل البلد ما هو ده انا بقوله العرف بتاع اهل البلد ده قانوني لا مش قانوني ده عرف ده عرف حضرتك بيبقى ملزم لها لان ممكن حضرتك يجي اهل البلد بعد كده او الاعداء العرفية يفردوا عليها غرامة لعدم تنفيذ التزامها ايوة والاعداء العرفية دي ما عرفتش تجيب لها اهل ايه يعني زي ما اقولت لحضرتك واضح ان هما استضعفوا او استسهلوا المسألة بالضبط كده حضرتك وما حكموا للولد في الاعداء لكن انا النهاردة قيمة الايمة بالكامل يتم تنازل عنها وكمان ياخدوها من ايديها وتروح تكرر في الشهر العقاري بالتنازل عن الايمة ويدلها مستحققها بالكامل ده غير قانوني كلام ده كله غير قانوني طيب دكتور محمد انا عايزة اسهل هدك على حاجة دلوقتي احنا عندنا هاجر واسماء الاتنين هما ما يعرفوش بعض عندهم مشكلة من يوم الصباحية نعم مشكلة دي راحت لحد ما اللي اتنين سبحان الله اللي قاعدين جنب بعض كل واحد فيهم قرر انه يتجوز عليها ويستخدم الزواج من اخرى انه يكسرها انا عايزة تعليق حاجة ده هيقل الاولنية شبكة الاولى مهر الاولى طلائق والتانية كانت غضبانة في بيك جوزها فعشان يعقبوها اخدوا ابنهم يروح يجوزوا واحدة تانية ارجو التعليق من حيكة دكتور اولا من حيث الزواج باخرى فعليه ان يخبر الاولى يعني هو صحيح مباح لون التعدد لكن عليه ان يخبر الزوجة الاولى ان وافقت وقبلت ان تستمر معه فبها ونعمت وان رفضت وطلبت الانفصال فهذا حق لها لكن لو جينا نبص في جزور المشكلة حنلاقي ان مشكلة كبيرة بتتعرض لها اغلب السيدات اللي بتجوزهم في بيت عيلة وهي تدخل الاهل للإفساد والعياذ والله لان اللي دفع الزوج ان هو يروح يتزوج باخرى او يكسر زوجته او يئذيها نفسيا او يجرح مشاعرها ايه هما الاهل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس منا من خبب امرأة على زوجها او العكس خبب يعني افسادها يعني الاهل اللي بيتدخلهم او شياطين الانس اللي بيتدخلوا الافساد حياة زوجية الرسول صلى الله عليه وسلم بيتبرأ منهم ولكن الزوج بيكون عليه دور كبير وكذلك الزوجة انه ما ينفعش يسمحوا لحد انه يتدخل في حياتهم الشخصية لذلك حتى احنا في العرف لما بنيجي نعقد الزواج اثناء الاشهار بنضع منديل على الاكوف ليه؟ علشان نظهر رسالة ان الحياة الزوجية قائمة على السطر اللي بين الزوجين لا يصح ان يتدخل فيه احد ولا يصح ان يطلع عليه احد مشكلة غطيرة سمعتها برضو من الاخت خاجر اللي بتقول بيكرشوني كل شوية من البيت دي جريمة كبيرة جدا اخراج الزوجة من بيتها لان البيت مملكة الزوجة لا تخرجوهن من بيوتهن القرآن ما قالش من بيوتكم قال من بيوتهن ولما جاه يكلم ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من ايات الله والحكمة ما قالش في بيوت النبي وقال في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية وقرنا في بيوتكنا ما قالش في بيوت أزواجكم كذلك حتى في الحديث عن مرأة العزيز وروادته التي هو في بيتها ما قالش في بيت العزيز وروادته التي هو في بيتها عن نفسه إذن البيت بيت الزوجة حيثت أن الزوج يحاول أنه يخرج الزوجة من بيتها فدي جريمة كبيرة جدا يعاقبه الله عز وجل عليه بالنسبة للأعدال الورفية هي لها أصل عندنا في الشرع بس بشرط أن هي تثبت الحق والعدل وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولكن بشرط تحقيق العدل والحق وإلا لعن الله قوما ضاع الحق بينهم لكن في حياة الأمر فيه جانب مشرق في حديث الأخت الكريمة أسراني نفسيا وأكيد أسعد كل المستمعين وهي إنها استطاعت أن تكمل دراستها وتتم تعليمها رغم ما تعانيه من عقبات فالعاقل من يضع قاربا يعبر به النهر بدلا من أن يبني حول نفسه حوائط لتحميه من فيضانه أحب أضيف حاجة لو سمحت أنا أسفع أحنا في الوقت البرنامج خلص مع ذرقا بس لأن أنا عايزة أقول لحضرتك أنه هو خطف الولد هو حاليا خطف الولد وأنا مش عارفة مكانه خطف الولد؟ خطف الولد من يوم 14-8 من يوم؟ من يوم 14-8 من قدام الحضانة بتاعته وأنا معرفش مكانه وللأسف في القانون ما فيش حاجة اسمها خطف الولد طول ما هو أبوه أحنا آخر حالة بعد إذنك أستاذ شماء مهر عشان ما عيش غير الثلاث دقيق باختصار جدا أنا حد تجاوز ثلاث شهور من يوم الصباحية لقيت ورقة مكتوبة وأخياتك هما جايين في الصباحية خليهم يجبوا علبة الدهب كليه لابتوب وبرينتر كتب كامل ماجستير خليهم يجيبوا اللابتوب وبرينتر هما جايين الصباح معهم نسيت يجيب شوكولاتة للناس اللي هتيجي تصبح علينا نسيت يجيب يعيش قولوا ما هما جايين يجيبوهم أخد صباحياتي بعدها باسبوع هاتي الفيزا بتاعتكو الرقم السري بعدها بشهر أخي كان بيبيع البيت قولي لأخوكي أنا أخد ورسي فلوس مش أخد مكان كان جايلي مبلغ من بابا لا يرحمه طيب خلي يا أخوكي خلص الورق عشان ديها تبقى فلوس الولادة وكله هاتي هاتي كان جايلي مبلغ من والدتي الله يرحمها برضو يديني الفيزا يقول لي خدي نزيلها على الفيزا خليها للطوارئ كل حاجة للطوارئ على مدارة ثلاث شهور كله ما كانش ليه حرية في أي حاجة الفيزا بتاعتي هي هو اللي بيقبطها هو اللي بياخدها هو اللي بيديني مصدر في 200 جنيه منه والباقي بياخده ويحوشه أجي طلب أي حاجة حاجات بسيطة للبيت لا انزلي خدي من تحت مامتو تقول لي يا ما تويزي حاجة نزلي يقول لي وأنا أقول له يجيب بأصله بيخافني الزمن وأنا يلا له يحوش يعني مش عارفة يعني أكمل إيه بس كان داي يعني مامتو كانت العامل الرئيسي حصل مشاكل عادية خالص وكنت في البيت محما حصل من مشاكل عمري ما حكيت لحد من أهلي عمري ما كنت بحكي لأي حد كان ممنوع تعملي فيسم ممنوع تعملي واتس ما تكلميش حد صاحباتك لا أخواتك عملك الساسنا بس تكلميهم عمامك لا سيبي رقم تليفوني في الشغل ما سيبيش رقم تليفونك تردت وأنا حامل في شهرين قاشت أسوأ فترة حامل بعد ما تردت يعني أخد ميني مفتاحي يا الله تفضلوا روح لأخواتك عشان خيرني الشغل يطلق لما الفيزا بقت في إيدي ويعني والفيزا مش في إيدي بخناء أو مشاكل لا أوقع كل شهر بيقبض عادي بس جاه في الشهر اللي أنا روحت فيه مدرسة جديدة لما جاوزت روحت مدرسة جديدة لسا المفردات مرتب ما نزلتش فلما المفردات ما نزلتش فلما راح يقبض الشهر ده طمعا ما فيش مرتب نزل فجاء قال لي عن فكرة مرتب ما نزلتش شهر ده خد الفيزا معاك يشوف المرتب ما نزلتش شهر ده وبالفعل وهي معي حصل في الوقت ده مشاكل فبطبيعة الحال هي معي وهي معي إزاي بقى أن أنا يبقى مرتب في إيدي طب ليه ما أخدوش كل حاجة تحت عند ماما القعد كامل عند ماما قعدة مقطعة من كل حاجة مليش حرين أنا أكلم أي حد اترى اتخيرت يا شغلي يا الطلاق لما فيسي بايت في إيدي قلت له انت أخدني وأنا عارف وانت عارف أن أنا شغالة استلامت قيمتها استلامت قيمتها بس متبدلة الحاجات ونقصها طبعا الدهب ما أخدتهوش لأنه قياب شهود يقولوا أن أنت أخدت دهبك مكنت من شقة بحكم محكمة أرفوها بقاطع الكهرباء والمية عليكي وخد مفتاحش على الأسف أنا وقت خلص للأسف إحنا مسترفين إن ربع ساعة أنا بعتذر جداً أنا هخليك يا أستاذ رمي وصمحت بعتإذن حضرتك تسجل لنا للبرنامج وإحنا عارضة في الحلقة بتاعت بكرة الست لما يتخم منها العفش بتاعها تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة وفي كل حاجة لو ما حصلش تعمل كذا وتعمل كذا تنورتونا النهاردة قلبي معاكم في عامل مشترك في اتنين عوامل مشتركة في الحلقة بتاعت النهاردة الرجل ما كانش على قد المسئولية مسئولية الزواج ومسئولية إنه يتزوج ويفتح بيت وأسرة يكون عنده أولاد وستة هاوانت في حقها لحد ما وصلت لها وصلت للأسف الشديد أرجو من كل البنات أو كل الستات اللي في حالات أو موجودين دلوقتي بيتفرجوا علينا في حياتهم حاجات مشابهة زي اللي انتوا بتسمعوها ما تكملوش لحد ما توصلوا لهنا وأرجو من كل الرجال 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 اللي مش قادر على الجواز ما يتجوز عشان ما يبهدلش معاه بنات الناس ويبهدل أطفال وجيل الجاي حيتعب قوي بسبب ونوراه كمان بربو أخيرا عشان احنا وقتنا خلص المسؤولين السادة قائمين على سن القوانين في قانون أحوال الشخصية الجديد بطالب مجلس النواب بطالب المجلس القوامي للمرأة بطالب كل شخص وكل بني آدم مسؤول عن القانون في جمهورية مصر عربية إنه يسمع ويشوف الحالات دي كويس اللي عاديم في الشارع اللي بناها تخطف اللي مش لاقيه اللي مش عارفين يصرفه عليه اللي مش عارفة تنفس أصلا حكم اللي عبشاه أخدته عفش مختلف تماما عن الحياة أرجوك وإسمعوهم لأنه هي دي حياتهم وهي دي مشاكلهم وهي دي حياة مشاهدة يا عزيات وماناتي يا حبيبات للأسف الشديد خلصت فقرتنا كمان خلصت معهم حلقتنا أشوفكم بكرا لبنه عمر إن شاء الله على الفخير حلقة جيدة الساعة ستة وهي حلقتنا حلقتنا